سائلة تسأل وتقول زوجي لا يرضى إن أنا أعطي لأولادي شيئا مثل خبز وزيت وأشياء من البيت هم متزوجون ولكن حالتهم تعبانة وأنا أعطيهم دون علمه فما الحكم أقول بالله التوفيق الأصل في هذه الحالة ألا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه لا تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلا تأخذ شيء من مال زوجها وتخرجه إلا بإذنه واستسنية من ذلك الحالات البسيطة التي هي في مقام الصدقة والأولاد إذا كانوا فقراء يصح لهم الصدقة بالأشياء البسيطة التي لا تضر بالبيت لكن إذا كان كثير ويدر بالبيت فأجب استئزانه أولا فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث إذا أنفقت المرأة غير مفسدة من مال زوجها غير مفسدة فلاها الأجر وله الأجر هي بما أعطت وهو بما أنفق لكن الشيء البسيط شيء وإنها تأخذ من خزين البيت أشياء كثيرة رحمة بالأبناء دون علم يجب أن تخبره طالما أنهم أصبحوا يعني في بيوتهم ولهم حياة مستقلة فعليها أن تتناقش معه وتنظر لماذا وما هي الأسباب وتحثه على إعانة الأولاد وتذكره بقول الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عز وجل والأجر إعانة الأبناء وأن خير الصدقة ما كانت لذوي الأرحام وكذلك للأقارب فكيف بالأولاد فتذكره بالله عز وجل لكن كما ذكرت لا تأخذ بغير إذنه إلا في الأشياء البسيطة والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر